ارحبكم معزائي الطلبة في لقاء جديد اليوم راح نتحدث عن الثيمات اللي موجودة بقصة الامير السعيدة تمنى تشتركون بالقناة وتشاركون هاي الفيديوهات زملائكم ياكم الاستاذ محمد نجم النوفلي وراح نبدي ان شاء الله نشرح الجانب الاول او الثيم الاول Outward beauty is nothing الجمال الخارجي او الجمال المظهري لا شيء اخوان عيني بس خلي اقول لك شغلة وحدة انت لازم تفهم القصة ومن تفهمها شي جيك سؤال انت تقدر تحله فهنا مني يقول لك Outward beauty is nothing الجمال الخارجي لا شيء هنا هو يريد من عندك توضح جوانب الجمال الخارجي غير مهم شكوا الشيء جانب ان بالقصة كان شيء خارجي ما الادور راح ننوضحه فهنا شيء يقول لك يقول لك The real beauty الجمال الحقيقي is love and sacrifice الجمال الحقيقي هو الحب والتضحية الجمال الحقيقي مو معناه ان انت تغطى بالذهب من شان مغطاي بالذهب بتمثال الناس كله حبتها بعدين من راح من عنده الذهب الناس ما حبتها هذا هو مو الجمال الجمال هو الحقيقي The end of the story gives this idea نهاية القصة انت تنهاية الفكرة The happy prince has a head, a lead heart But this heart is full of sympathize ولكن هذا القلب مملوء بالعطف ومملوء بالحب للناس الفقرة وللناس المحتاجة He gives away his gold covering bit by bit to the poor إذن انت الذهب مالته يعني قطعة قطعة إلى الناس المحتاجة شيئا شيئا للفقراء Now without this eyes and the gold covering He looks so ugly إذن من راح من عنده هذا الذهب وهذا المظهر الذهبي الآن يبدو بعين الناس انه هو قبيح ولكن في الحقيقة هو مو قبيح هو مغطى بالإنسانية مغطى بالجمال الحقيقي بغطى بالجمال الإنساني After his death He is taken to the city of the gold وبعد وفاته بتجنة غطى بمدينة كاملة من الذهب أو يعني مدينة كلها تغطت من الذهب Where he will praise God forever واللي راح يعني يمدح أو يتم يعني مدحه من قبل الملائكة ومن قبل الله يعني راح يشكرونه على العمل الجميل اللي أدى إذن هذا هو أول theme موجود عندنا في هذه القصة خلنشوفوا الثيم الآخر اللي هو love with sacrifice عندنا جانب آخر من الجوانب المهمة في هذه القصة وهو جانب الحب والتضحية التضحية شن التضحية شن المقصود بالتضحية وين عندنا جانب التضحية جانب التضحية في الحقيقة كان عندنا من أنه العالم كان مليء بالفقر مملوء بالحقدة مملوء بالمظاهر الخداعة ولكن من بين كل هذه ظهر عندنا حب التضحية التضحية شنو؟ الحب أن السوالو ضحى بحياته من أجل مساعدة صديقة لإعطاء الذهب للناس المحتاجة هذه التضحية التضحية الثانية اللي موجودة عندنا هي لمن الأمير السعيد when the happy prince give his gold give his rupee to the poor people إذن ضحى بما يملك من الذهب للأجل الحياة لأجل الناس الفقرة جانب المهمات الحب اللي هو أنه الإنسان تضحية أنه هي أنه الإنسان لما يضحي بالأشياء المهمة عنده من أجل أن يعني يحصل على الجمال الحقيقي إذن هذا هو جانب التضحية جانب التضحية هو طائر السنونو اللي ضحى بحياته من أجل أن يعني حب التضحية حب ضحى بحياته من أجل مساعدة الصديق والناس المحتاجة وكذلك الأمير السعيد اللي ضحى ما يملك من ذهب ومن ياقوتات للناس المحتاجة الجانب الآخر هو الناس الفقراء والناس الأغنياء حقيقة هناك فراغ كبير جداً ما بين الناس الفقراء وما بين الناس الأغنياء الحكام لا يهتمون بالناس الفقراء والناس المحتاجين The Happy Prince didn't know يعني حتى الأمير السعيد نفسه ما كان يعرف بمشاكل الناس من كان على قيد الحياة ولكن عندما أصبحت امثال بدأ يحس بمعاناة الناس بدأ يحس بمعاناة الناس وهذا يعني أن هناك فرق كبير ما بين الأمير السعيد وما بين الملك الملوك وما بين الناس المحتاجة وما بين الناس الفقراء إذن النسان الغني ما يحس بالفقير فبهذه القصة وضح لنا هذا هو الفراغ الموجود وركزنا حتى نعرف الفراغ شوفكم إن شاء الله بخير بمحاضرة جديدة السلام عليكم